وعقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشيربيني اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعي أبراج الداونتاون وبحيرات العالمين كريستال لاجون بمدينة العالمين الجديدة أكد الشيربيني في هذا الإطار ضرورة الالتزام بالجدول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وكذا الموعيد المحددة لإنهاء أعمال تصريب الواجهات الخارجية لأبراج الداونتون والمرحلة الأولى لبحيرات العالمين في مدينة العالمين الجديدة